أفرزت عملية وفرز أصوات أعضاء اللجنة المركزية لإجابة التحرير الوطني في الدورة الاستثنائية التي انعقدت بالمركز الدولي للمؤتمرات فوز البرلماني عن ولاية تبسة محمد جميعي بمنصب الأمانة العامة للحزب بعد حصوله على دعم عدد كبير من أعضاء اللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر العاشر حيث تحصل جميعي على مائتين وثلاثة وعشرين صوتا مقابل مائة وستة وعشرين صوتا لبن حمودة كما تحصل السعيد بحرجة على خمسة وثلاثين صوتا ومصطفى معزوزي تحصل على ثمانية عشر صوتا بالإضافة إلى سبعة عشر ورقة ملغات اليوم حزب جبهة التحرير الوطني بعد مد وجزر بعد التجاذب انتخب قيادته بديمقراطية انتخب قيادة شرعية أمامكم أن هذا اليوم المشهود سيفتخر به أعضاء حزب جبهة التحرير الوطني نؤمن أن مطالب الشعب الجزائري مطالب شرعية وحزب جبهة التحرير الوطني نحن خلقنا من الشعب نحن أول من انتهجنا من الشعب وإلى الشعب ومن خلالكم أرسل تحيات قيادة حزب جبهة التحرير الوطني وأعضاء اللجنة المركزية وعلى رأسهم الأمين العام التحية الخالصة للمؤسسة الجيش الشعبي الوطني وكامل أسلاك الأمن التي وقفت منسجمة أولا كمؤسسة قوية وخلقت كذلك تناغم مع الشعب الجزائري ترجمة نانسي قنقر